الاهلي دخل فضل الانتقاط الشتوية بهدف انه يشتري مهاجم ما حصلش توفير اللي درها ما وفقتش انه يشتري مهاجم بداع على طلب ليه مرس القرى حسيت مرس القرى في المباراة المضايا والمباراة الحالية وكل المباراة انه بيحاول يزود من عدد فرص النادي الاهلي عشان يضمن انه يبقى فيه هدف يعني لو كنت بعمل عشر فرص عامل عشرين فرصة عشان سجل هدف او هدفين محتاج امور صعبة في المباراة زي مباراة ريان مديد او فلمانجو رغم ان الاهلي وصل بفرص كتير بس ده مش المعدل بتاع الدوري اللي بيسجل منه الاهلي هدف او اتنين الاهلي خدع على انه يجيب عنده معدل كبير جدا عشان يسجل الاهداف المشكلة دي حلها ازاي مرس القرى في الفترة دي طبعا مش هادر اقول اللي هو الاهلي محتاج مهاجم لاجم خلاص فترة انتقالات انتهت انا محتاج النادي الاهلي اللي هو يشتغل مع المهاجمين الحاليين على ازاي الكونفرجين ريت او معدل احراز الاهداف وتسجيل الفرصية على شوية ازاي يبقى فيه تدريبات تخصصية في الملعب يبقى فيه تطوير لعملية مثلا التيك اوف بتاع محمد شريف في الكرات العرضية يبقى فيه استخدام لكهربا في الفترة الجاية كمهاجم استخدام لبيرسيتاو كمهاجم فيه اكتر من حل انه هو الراجل اللي يبدأ يشتغل عليه حل تاني مميز برضو النهاردة شفته والاول مرة اشوفه بصراحة من فترة طويلة هو عبدالقادر عبدالقادر انا واحد من الناس دايما كنت بالوهم عليه انه هو امهر لعب جناح في نادي الاهلي ومن امهر لعبة الدور المصر لكن هو مش فعال على المرمى النهاردة راجل فعال على المرمى بنسبة تقريبا 100% ويمكن الكرة الاولانية اول مرة اشوفه عبدالقادر بيلعب براسه بيوصل منطقة دي وفي ده يترجع للمدرب فتخلييني عندي قناعة وتفاؤل ان زي ما الراجل ده طور احمد عبدالقادر عن ناحية الهجومية يقدر يطور لعبة تانية حاجة انا عندي مشكلة مع عبدالقادر حكاية لك يعني ان عبدالقادر النهاردة بسجل الهدفين ومنهم هدف رائع جدا الجول التاني رائع جدا بس كان لقوا اخطاء كان لقوا اخطاء كثيرة في المراوغات وفي القرارات اللي هي المعتادة يعني لو ما سجلش عبدالقادر وما كانش موافق في الهدفين انت كنتش تفتكر ان هو طوالك وتفتكر اخطاءه انه كان منهم واحدة عامة هجمة مرتدة على النادي كان ممكن تبقى بهدف في بداية المباراة دي مشكلة عبدالقادر اللي انا واحد من الناس كنت بتكلم عليها قبل كده في الموسم السابق ان عبدالقادر من كتر ما هو لعيب مهاري ما بيعرفش امتى يطلع الكرة من رجل او ما يعرفش امتى يوقف العملية المهارية الديسيجن ميكينج او اتخاذ القرار امتى هرقص هرقص فين هرقص كل ده حباصي دي ولا حشود دي كل ده هو بش خلافة عن ديش مين ان هو لعب موهوب ومهاري جدا هو امهر امهر واكثر جناح في النادي الاهلي عنده حلول ولكن اقلهم فاعلية بغض نظر عن هدفين النهاردة عشان كده بقول لك النهاردة هو كان مميز في الفاعلية على المرمى لكن لسه عنده مشاكل في انهاء الفورس لكن في الاخر الراجل برضو محتار هو الكواليتي عنده زي ما بيقوله البروفايل مختلف انا عندي اللعيب السريع اللي بيقدر يروح على الجون وفي نفس الوقت بيعمل ارتداد دفاعي اللي هو طهر محمد طهر لكن ما عندهش الحلول الفردية عندي حسين الشحات اللعيب الوينجر الخط اللي هو بيلعب عن ناحية اليمين ما عنديش البروفايل المكتمل للجناح فعلى النادي الآلي زي ما قلت لك في فكرة المواجب انه هو يستخدم بيرسيتاو انا اعتقد ان بيرسيتاو وكهربا وان كان كهربا برضو كنت بتكلم لسه مع جيمي قبل الهوى انه في ماتش ريال مدريد ضيع فرصة محققة وكلهم بيضيعوا على فكرة لكن فيه واحد مثلا من عشر فرص حيجيب واحدة فيه واحد من عشر فرص موكي جيبه اربعة خمسة فالتبافور تشتغل مع الممكن من عشر فرص جيبه اربعة خمسة اللي هو بيرسيتاو وده واضحت في ماتش اوكلند ان قد ايه شفت يا جيمي ازاي هو حط الكرة في الجون في ماتش اوكلند هادي عارف يحط الكرة ازاي اللي بتتشاط بيشوتها اللي بتحط باليمين بيحطها باليمين بتحط بالشمال بيحطها بالشمال اللي محتاجها تشيب تحط تشيب النهاردة شريف بكل امانة ومش النهاردة بس يعني ماتش اوكلند الكرة اللي جابها جون حطها ساي جدا يعني لولا ان الحارس فلتت من ايده كانتش جابت جون النهاردة يعني كرة كانت قتلت الماتش تلاتة واحد نادي الاهلي كان بيحتفل زمانه بالبرونزي دلوقتي يعني قدر له ما شاء فعل ولكن المفروض تتعلم من الموقف زي ده انت رايح على الجون في موقف مش هيتكرر تاني وانت مطرود منك خلد عبدالفتاح اتنين واحد خلص الماتش تلاتة واحد ده قيمة مواجم النادي الاهلي